يعني قبل الفاصل كان بليل بيقول انه في الليجة كنت بسأله انه هل السنة دي ممكن تشهد عودة بريق الدوري الاسباني خانت تفق انه صحيح الريال والبرسا فرقتين كبار جدا لكن الدربي والمنافسة في الليجة في وجود ليو وكريستيانو كانت عاملة حالة افتقادها الدوري الاسباني بالتأكيد بعد رحيل الاثنين عن برشلونة وعن ريال مدريد هل السنة دي ممكن تكون بداية عودة البريق مرة تانية الليجة والناس كلها تتجمع عشان تشوف دربي برشلونة والريال كانت اجابة بلال انه الفلقتين يمكن يكونوا مش مدججين بالنجوم وانا اختلفت معا في النقطة دي انا شرحت لكم بالظبط وقفنا لغاية فين بتقول انه البرسا مش مدجج بالنجوم يعني ممكن الريال يبقى مش مدجج بالنجوم يعني بس اثناء فينيسيس وكورتواء وبيلنجهام مش لاقي حد بصراحة بالظبط ما هو ده ده اللي احنا بنتكلم في ان انت اصبحت ان انت بدل ما كان الفريق عندك بحافظ القوامل الاساسي كله كله من الكلاس ايه في سهان في اوروبا او في العالم اصبح عندك اثنين او تلاتة بس حتى في برشلونة لما تيجي نتكلم بقى بحيادية بعيدة عن الانتماء هتجد ان على مستوى الاسماء ليفاندو بيسكي مثلا يعني مفيش سوبرستار يعني دلوقتي دخل مثلا جواو فليكس وجواو كانسله شوية عندهم اسماء في اهم جوهرتين في العالم طبعا بدريو وجافي يعني الاثنين اه اوكي بس ولكن لسه يعني بدريو وجافي لسه بيبدأوا فانا اقصد انه هو حالة طبعا الاستقطاب النجوم اللي حصلت للدوري السعودي وفراغت معظم الاندية العالمية من نجومها اللي جا السنة دي انا بشوف انها بتراهن على المنافسة المنافسة بين الناديين الكبار في العالم هم اكبر ناديين في العالم شئنا ام ابينا اكبر ناديين في العالم ومحطة انظار اندية العالم الكلاسيكو اكتر او اكبر نسبة مشاهدة لمباراة في كرة القدم كوكب الارض تقريبا كله بيشاهد مباراة الكلاسيكو دي المباراة اللي بتحظى بمشاهدة جامعية فريال مدريو برشلنا المسم ده واللي جا نفسه بتراهن على المنافسة بس ايام ايام سيار سيفن وايام ميسي كنتقدر تقوله على المطش ده انه مش ممكن حد يفوت المباراة لكن النهاردة ممكن يبقى فيه كلاسيكو كلاسيكو دروس كلاسيكو اكيد مش ازاي طبعا في وجود ميسي ورونالدو ولكن انا عشان كيف بقولك اللي ليجا نفسها يعني الاتحاد الاسباني او ربطة الاندية في اسبانيا بتراهن على عودة المنافسة بين النديين مرة اخرى لان انت دلوقتي اصبحت انت بتدخل اي مباراة مش عارت نتيجتها يعني برشورنا بتفقد نقاط امام ميوركا ريال مادريد بيتعثر امام اتليتيكو مادريد ويرجع المنافسة مرة تانية فهي اعتقد ان المنافسة بين النديين هي اللي هتشد مرة تانية وترجع الانظار للليجا الاسباني ترجمة نانسي قنقر